مخرجات اجتماع وزارة الداخلية حول الحوادث الجنائية خاصة عندما نتحدث عن الحوادث التي شهدها العراق مؤخرا تفضل نعم تحية طيبة كما تحدثت وزارة الداخلية وأكدت على أن ما تتخذه وزارة الداخلية هي لحفظ المواطن وحفظ سلامته وفرض القانون على الجميع هناك سرعة في الإجراءات تحدثت عنها وزارة الداخلية في عمليات القاء القبض وبالفعل الجرام التي تحدث بعد ساعات تم القاء القبض على جميع مرتكبي هذه الجرام دعني أستغل الوقت عفوا وأستضيف معي العميد مقدار ميري الناتقر اسمه وزارة الداخلية تحية طيبة سيارة العميد سهلا تحية طيبة نتحدث عن ما يشاع وما يثار بين المواطنين يثير قلقهم وخوفهم ما هو ردكم تفضل يعني للأسف الكثير من استخدم استهداف الأمن وعمل الأجهزة الأمنية بدون رحمة وبتجني وهذا غير صحيح الجريمة موجودة بوجود الإنسان الوضع الأمني مستقر تماما عام 23 كان عام استثنائي لوزارة الداخلية الآن قارننا أول شهرين في 24 هي أقل حتى من 23 أما الجريمة لن تنتهي الجريمة كما ذكرت موجودة بوجود الإنسان بالتالي كل الجرائم التي حصلت اكتشفت وقسم منها حصلنا على نتائج مهمة لكن تعرف هذا يحتاج إلى وقت وبالتالي في حال اكتمال الصورة سنعلن بكل شفافية إلى الرأي العام طيب قضية السلاح المنفلية المواطن اليوم يطالب بضرورة أن يكون هناك حثل الخطى في مسألة السيطرة على هذا السلاح السلاح المنفلية السلاح تعرف هو برنامج وضعته الحكومة بالتالي البرنامج لم يأتي اعتباطا هو نتيجة معطيات وهذا السلاح ليس وليد اليوم وهذا التحدي ليس وليد اليوم ولكن العمل على هذا التحدي هو وليد اليوم السلاح هذا وصل نتيجة تركة جيش العراق السابق أحداث 2014 عمليات التهريب بالنهاية وصلت قطع سلاح كثيرة إلى المواطنين البرنامج في سنته الأولى أكملت كل الاستحضارات والآن في مرحلة التنظيم عندما ننتهي من مرحلة التنظيم سنذهب إلى إجراءات أخرى وبالنهاية سيكون هذا السلاح منظم ومقنن وأي سلاح خارج إطار الدولة والقانون سيكون تحت قبضة القانون من عليك سرعة في إجراءة عمليات القالقبض يشاهد الجميع بعد حدوث الجريمة تم القالقبض على المرتكبين هل سيكون هناك تعزيز لهذه السرعة؟ نحن في وزارة الداخلية نعمل وفق مبدأ مهم هو منع وقوع الجريمة الإجراءات الاحترازية التي تمنع من وقوع الجريمة وبالتالي في العام الماضي في مكافحة الإجرام في بغداد حصرا فككنا 143 عصابة وشبكة والقين القبض على 8000 متهم خطر في قضايا جنائية لكن لو حصلت الجريمة هناك تعامل آخر هو سرعة الإجراء في حال التأخر في سرعة الإجراء بالتالي ستضيع معالم الجريمة لذلك نعتمد هذا المبدأ بشكل كبير جدا لكن المبدأ الأهم هو منع وقوع الجريمة